ومن العجب إذا ارتقى أحد هؤلاء المدافعين عن البدعة المحسنين لها المقسمين لها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة إذا ارتقى المنبر قال ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإذا نزل عن المنبر وجادلناه في البدعة الحسنة التي يدعيها ويدافي عنها قال من قال لك أن كل بدعة ضلالة هل لك انت فوق قبل قليل كنت فوق على المنبر وتقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لماذا غيرت رائعك والآن تقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هنا التحدي قالوا أن كل كل بدعة ضلالة كل لها عموم خصوص يعني عام مخصوص هكذا يقولون قلنا قد قطع الله عليكم الطريق فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلسق كل ضلالة في النار بعد كل بدعة ضلالة كيف؟ كل بدعة ضلالة إذا قلتم كل ليست لا تعني كل وإنما تعني هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ألزمناكم بالفقرة الأخرى من الجملة بأنه ليس كل ضلالة في النار لأن كل ضلالة معطوفة على كل بدعة والمعطوف له حكم عاطفه وإلا فيلزمكم أن هناك ضلالة سيئة ضلالة سيئة وضلالة حسنة ضلالة في النار وضلالة في الجنة انظروا هذا الحديث كل ضلالة في النار يحسم المسألة هذا هو التحدي التحدي الآخر الذي لم نجي جوابا عليه أبدا ولا أعتقد أنه سيكون هناك جواب عليه أبدا وهو أي العبارتين أصح كل بدعة ضلالة ليس كل بدعة ضلالة بدنا جواب هذه حجة إذا قلتم ليس كل بدعة ضلالة أصح لأنكم تدعوننا إليها إلى هذه العبارة ولن تنقضتم إذا سألناكم أي العبارتين أصح خوفا من ظهور مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بتقولوا لا 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 كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المصيب فيه ولكن أنا أعرف أنا أعلم أنه سوف تقرون بأنه كل بدعة ضلالة فالنبي قالها لكن لا تعتقدونها تعتقدون الأخرى ليس كل بدعة ضلالة هنا التحدي أتحدى الأحباش بسليم علوانهم وعدم جمال وحلم جميل حليمهم وطارق لحامهم وجمال سقرهم وجميع شياطينهم أن يردوا على هذه الحجة طيب لو كان الله يريد من كل بدعة أن يكون فيها مخصوص لما ألسق بها كل ضلالة في النار حجة أجيب عنها وكذلك أي العبارتين أصح كل بدعة ضلالة أم ليس كل بدعة ضلالة كنوها كنوا صريحين وإلا فيا عوام الأحباش ويا عوام الصوفية والأشعرية لقنوكم البدعة وقد تحرمون من الورود على الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من الكوثر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم موعدنا معه هناك ينتظرنا هناك فتأتي أمته فيمنع عن الحوض أناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال النووي وغيره أن هذا الحديث متعلق بأهل البدعة الذين وصلوا إلى الحوض بمعنى أنهم مسلمون وصلوا لو لم يكنوا مسلمين لسلكوا مسار الكفار والمنافقين النفاق الأكبر إذا وصلوا إلى الحوض هذا يعني أنهم مسلمون لكن سوف يدفعون ضريبة ماذا؟ لفاعهم عن البدعة ووقوعهم فيها فأنتم ماذا تريدون؟ ماذا تستفيدون أصلا من الابتداء في الدين؟ لماذا تخاطرون بدينكم؟ ألا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فأنتم أصرين أنتم مقصرون في عبادة ربكم بمقدار ثمن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا تريدون الابتداء؟ سوف تموتون قبل أن تتموا نفس عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تموتون قبل ذلك أقسم بالله فلماذا الابتداء والدفاع عن ذلك؟ تعرضون أنفسكم الحرمان من الكوثر؟ والسلام عليكم قال لي أحد الأحباش الأمة كلها تحتفل بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنتم معشر الوهابية كل الأمة أجمعت على الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوهابية فقلت له لسنا وحدنا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحتفل مين كمان؟ معه أصحابه مين كمان؟ ومعه التابعون كلهم لم يحتفلوا حتى سنة خمسمية الغزالي كتب كتابا قالوا أنه شمر كل شيء مما يحتاجه المسلم لم يتضمن موضوع الاحتفال بعيد المولد النبوي ما كان معروف هذا الأمر أبدا المهم نحن معنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عدم الاحتفال بعيد مولده أنتم من معكم؟ أنتم معكم النصارى الذين احتفلون بعيد مولد المسيح اقتبستم منهم أنتم؟ لا لستم أنتم أنتم تبعون لمن اقتبس من النصارى وهم الفاطميون الباطنيون العبيديون الذين كانوا يحكمون مصر وبشخص زعيمهم المعز لدين الله الفاطمي هو الذي أنشأ ستة موالد كما اعترف بذلك بخية المطيع مفتي الديار المصرية في كتاب كتبه وطبعه الأحباش أحسن الكلام بعنوان أحسن الكلام فقلت له نحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون أنتم من معكم؟ فبوهت الذي أشرك وابتدع فبوهت الذي أشرك وابتدع إذا كانت هذه الأمة لم تجد من تقتدي به في شأن المولد إلا النصارى والشيعة فاعلم أن هذه الأمة تعيش أزمة قبل أمن الآخر أن المفتدع محروم من الضمان النبوي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعد تمسكتم مش بس يعني تمسكتم والمتمسك يكون عنده حساسية مفرطة في الحذر مما يجعله يفقد هذا الضمان تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة إذن المبتدع أخرج نفسه من هذه الأمة وعرض نفسه للفتن ما عنده الضمان من الضلالة الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم للمتمسك بالكتاب والسنة أن لا يضل إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نمسك ليس فقط بقوة قال خذوا ما آتيناكم بقوة وكذلك قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فسر العلماء قوله تعالى يمسكون أي يعتصمون به يمسكون يعتصمون فليست القضية فقط الاتباع العادي بدون تمسك لا كثرة التمسك بشدة هي العصمة والمبتدع لا يبالي المبتدع يقع في بحر متلاطم من الفتن لأنه أمسك بمبدأ التساهل بالبدعة وقبولها هنا الفتنة إذن المبرر للبدعة أغفل تشديد تشديد الكتاب والسنة على التمسك والعض بالنواجذ على الكتاب والسنة عضوا عليهما بالنواجذ ما معنى عضوا عليهما معنى هناك شبهات كثيرة وفتن مما يأتي به أهل البدعة ليفتنوا المتمسك عن دينه وعن تمسكه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الآن حجة بسيطة لكنها قوية لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إن لم تكن كل بدعة ضلالة يا قوم يا قوم أجيبوا ما الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع تقسيمها وكيف صار معنى قول النبي كل بدعة يعني ليس كل بدعة يا إلهي يا إلهي يا إلهي ولو كان الصحابة فهموها كفهمكم لن تشهرت البدعة بينهم ثم الأمر المهم لا يوجد من يستطيع أن يضبط البدعة السيئة من البدعة الحسنة لأن هذا أمر فتح بابه على عوام الناس كل واحد الآن يشتهي هذه هي سيئة ولا حسنة والله أنا أرى أنها حسنة يأتي من يخالفه طبعا هناك أمور بين العلماء جرت منهم من قال أن هذه بدعة ومنهم من قال أنها ليست ببدعة منهم من منعه ومنهم من مشاه إذا كان العلماء يقع بينهم خلاف في هذا الأمر فما بالك بعوام الناس فتحنا عليهم بابا من الشيطان ثم تركناهم يخوضون نعود إلى السؤال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وأراد بزعمكم أنه ليس كل بدعة ضلالة هل كان النبي يعاني من مشكلة في التعبير أراد أن يقول بعض البدعة سيئة وبعضها حسنة فأخطأ وقال كل بدعة ضلالة كل البدعة سيئة يعني واحد من اتنين إما أن المشكلة في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراد أن يقول كل بدعة تنقسم إلى سيئة وحسنة فغلط وقال كل بدعة ضلالة وإما أن تكون المشكلة فيكم تخالفونه بينما تدعون محبته واضطررتم أن تجعلوا السنة هي معنى البدعة وتمسكتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنى للناس من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عميل بها فجعلتم تقسيم السنة دليلاً على تقسيم البدعة يا إلهي وهذه مصيبة أخرى لأن السنة ليست بمعنى البدعة السنة هي الخصلة وهناك خصلة حسنة وخصلة سيئة ما علاقة البدعة بالسنة؟ البدعة هو إحداث أمر على غير مثال سابق السنة ليست بهذا المعنى كيف أخذتم حديث من سنى سنة ووضعتموه كمعنى لكل بدعة ضلالة؟ ما بحر وإذا كانت السنة على معنى البدعة فهل يعني أن كل سنة سيئة؟ النبي قال كل بدعة ضلالة ليس كذلك؟ إذن قولوا أن هذا معناه أن كل سنة ضلالة قولوها ثم قولوا بعد ذلك ما تشاء النبي قسم السنة؟ قولوها ما في مشكلة مصيبة وراء مصيبة وراء مصيبة ترقيع في ترقيع إلى متى؟ شوشتم على الناس دينهم ما العيب؟ ما العيب أن نقول للناس كل بدعة ضلالة إذا سألني ربي وأقفت بين يديه لماذا اعتقدت أن كل بدعة ضلالة؟ سوف أقول له يا رب هذا ما قاله رسولك واعتقدته يعني أنا مخطئ إذا تمسكت بأن كل بدعة ضلالة؟ أنا ضال؟ أنا مخطئ؟ لما قسم أهل السنة التوحيد إلى ثلاثة أقسام قالوا ما قسم النبي هذا التقسيم؟ من أين أتيتم هذه بدعة؟ ما رأيكم أن نقول لها بدعة حسنة؟ لا سيمة أن هناك فرق ضروري ولازم بين لفظ الرب وبين لفظ الإله الله ما قال إله السماوات والأرض ولا مرة لكن قال رب السماوات والأرض يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ارجع إلى ربك فاسأله يعني الملك اسأل الملك ما رأيك أن يكون معنا؟ ارجع إلى ربك يعني ارجع إلى إلهك إذا كان ما في فرق بين الربوبية والألوهية لك وينكن يا جماعة؟ يا جفري يا سعيد فودا يا أئمة الضلال واجهوا لن تواجهوا أنتم جبناء تعرفون أنكم على ضلال دمشقية تحداكم يلا ردوا عليه هل يجوز أن نقول معنى قوله تعالى ارجع إلى ربك يعني ارجع إلى إلهك جوابا لا ترد منظر دمشقية بتبريرات سخيفة لأنه صيء الخلق ولأنه يغضب ولأنه كذا كذا طيب ردوا على هذه لا تردوا على دمشقية لن تفعلوا عيني في عينكم أتحداكم فإذا قلتم لا تقسموا التوحيد طيب أنتم لا تقسموا البدعة لا سيم أن الرسول ما قسمها أيضا يجوز أن تقول رب المنزل رب العائلة رب البيت قولوا لي رب البيت يعني يجوز أن يكون معناه إله البيت قولوا ردوا لن تردوا لأن هذه الأجوبة لا تعقب عليها أنا هنا أنتظركم عقبوا لا تناظروني لا تريدون المناظر لا تناظروني ردوا والعجيب أن منهم من إذا سألته لماذا لا ترفع يديك بعد الرفع من الركوع كما ثبت في صحيح مسلم والبخاري متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع رفع يديه وإذا قام من التشاهد الأول رفع يديه فتقول له لماذا لا تفعلون هذا وقد ثبت في البخاري المسلم أن النبي كان يفعله يقول لك النبي ما فعله لا لا ما فعله لذلك لن نفعله فعله بالدليل البخاري المسلم لكن على كل حال لنفرض أنه ما فعله أنتم تدافعون عن فعل ما لم يفعله فالنبي أيضا لم يحتفل بالمولد فلماذا تحتفلون احتفلتم بعيد المولد النبوي في الثاني عشر من ربيع الأول وما عليه الجمهور أنه هو نفس التاريخ الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد فيه 12 ربيع الأول وتوفي في 12 ربيع الأول السؤال الآن إذا جعل الله ذلك حقا في الثاني عشر من ربيع الأول فهذا دليلا على أن الله لا يريد هذا الاحتفال أن يحصل والله الصحابة كان هذا اليوم يوم موته عليه الصلاة والسلام أسود يوم في حياته أسود يوم فكيف صار هذا اليوم معيد تحتفلون به وتعبرون عن سعادتكم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبروا عن سعادتكم بالنبي بتطبيق سنته نحن كل يوم نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته كل يوم كيف بربكم صار أسود يوم عند الصحابة أسعد يوم عندنا حقا إنها الغربة الغربة في الدين حقا إنها الغربة في الدين التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله صفهم لنا قال هم أناس صالحون قليل بين أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ألا فبارك الله بمن ثبت على السنة ولم يبالي بضغوط مفسدي هذه الأمة لا ضغوط اجتماعية ولا حزبية ولا مذهبية ولم يلتفت إلى تنابز ألقاب المخالفين لا يصبر على هذا إلا من صفى مصدر علمه وتسبب علمه بثبات موقفه وقدمه وزيادة يقينه صدق من قال الشأن ليس فقط في الدعوة إلى الله فقط وإنما بالصبر على الأذى فيها والحمد لله رب العالمين